هذا وأعربت المملكة العربية السعودية عن تأييدها وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترام تجاه إيران ونهجها العدواني وأكدت المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية ويقطع كافة السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل وذكرت المملكة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن إيران استغلت العائدة الاقتصادية من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة وخاصة خلال برنامج التطوير صواريخها الباليستية ودعمها للإرهاب في المنطقة بما في ذلك حزب الله والميليشيات الحوثية وأكدت أن إيران واستمرارا لنهجها العدواني قامت من خلال حراسها الثورية وميليشيا الحوثي التابع لها بالتعرض المتكرر للممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وفي الخليج العربية أيضا والاستمرار في الهجمات ضد المملكة ودول المنطقة ترجمة نانسي قنقر